التشوهات الخلقية اللي ممكن تصيب الإنسان الحقيقة من رحمة الله بالإنسان اللي هو من ساعة ما خلقه حطه في مكان أمين وذلك أنا بأعتقد أن خلقة الله اللي مش هنجد زيها فمن ساعة ما بيتكون الإنسان كالتحام بويضة مع حيوان منوي بيحصل النمو داخل الرحم وللمعلم أكبر فترة في نمو الجسم في الإنسان هم أول ثلاث تشهر في العم وهو في بطن أمه ولذلك بتبقى المهم جدا المحافظة على هذا الإمبريو وموجود فيه رحم أمه في الثلاث تشهر الأوليين لأن أي حاجة خلايا بتتكاثر بسرعة بتبقى أكثر تعرضا للتشوهات والعيوب الخلقية وأنا ليه كلمة دايما بقولها بقولني الجنين في بطن أمه عايش حياة طفيلية على أمه بمعنى أن كل الحاجات اللي بتصيب الأم عن طريق المشيمة بتقدر تصل إلى الطفل وتسبب له كل هذه المشاكل فلو الأم عندها مشاكل صحية في الجهاز التنفسي في الجهاز الدوري في الجهاز القلب في الموك بتاخد أدوية بتتعرض لإشعاعات تعرضت للتهابات وأقصد بالتهابات سواء فيروسية أو باتيرية هذه الإلتهابات كلها ممكن تصل إلى الجنين وتسبب في هذه التشوهات طبعا لا ننسى ده يعتبر أهم جزء في العيوب التشوهات اللي بتحصل في الأطفال لما لا ننسى طبعا الحاجات الوراثية الوراثة بتلعب دور كبير جدا ومن ضمن حاجات الوراثة اللي بتلعب في الأطفال زي بيقولوا زواج الأقارب بلا شك لو فيه مرض وراسي منتشر في أسرة معينة سواء من طرف الزوج أو من طرف الزوجة عالبا بتظهر بعض العلامات دي في هذا الجنين أدد على ذلك تعرض الأمة أثناء الحامل لبعض المشاكل الصحية لو اتعرضت للأشعة لو اتعرضت للتهابات فيروسية لو اتعرضت لأدوية كثيرة كل هذا الكلام ممكن يؤثر على تشوهات للطفل في بطن أم يجي أهم مرحلة بقى هي مرحلة الولادة أو الـ 24 ساعة اللي بيتمهم حول الولادة المرحلة دي بيقدرها إحنا كأطباء أهم مرحلة في حياة الطفل لأن الحياة زي كنا ما قلنا في الأول عايش الطفل في بطن أمه معتمد على أمه في كل شيء بتقوم بكل الوظائف الحياوية بعد الولادة مباشرة وإن الدكتور أو اللي بيقوم بعملية الولادة بيربط الوصلة اللي هي الحبل السري لابد إن الطفل ده يحصل فيه بعض التغيرات عشان يتكيف مع الحياة الخارجية لو ما حصلتش هذه التغيرات اللي ربنا عملها فينا كلنا ومشت في الطريقة الطبيعية غالبا العلد بيتموت لو حصلت بطريقة ضعيفة غالبا العلد بيعيش عندهم عيوب خلقية وتشوهات بالتغيرات بيشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر